اشتركوا في القناة لتعزيز اواصل الاخاء والتعاون بين البلدان المغاربية والتي ستكون على موعد مع قمة الاتحاد المغاربي المرتقبة بتونس والتي سوف تكون انطلاقة جديدة ودفعا قويا يقول الرئيس التونسي لبناء المغرب العربي الكبير وفرصة متجددة لتعميق التشاور والتعاون الثنائي بين الجزائر وتونس شيع بعد ظهر اليوم بمقبرة بن عكنون بالجزائر العاصمة جثمان المرحوم الفريق المتقاعد محمد العماري رئيس وركان الجيش الوطني الشعبي السابق وكان رئيس الجمهورية سيد عبدالعزيز بوتفليقة قد بعث ببرقية تعزية الى اسرة الفقيد وذوية التشيع جرى وسط حضور كبير من بينهم افراد عائلة المرحوم واقاربه وكذا مسؤولون سامون في الدولة وضباط ألوية وعمداء وإطارات بوزارة الدفاع الوطني الى جانب أعضاء في الحكومة وشخصيات سياسية وعسكرية وفي كلمة تأبنية أبرز مدير الإيصال والإعلام والتوجيه بوزارة الدفاع الوطني العميد بوعلام ماضي أبرز خصال الفقيد وسيرته الثرية بالأوسمة وشهادات التقدير عرفانا له بالمجهودات ومشواره المهني الذي قضاه في خدمة الوطن والواجب المقدس نودعك اليوم بقلوب ملؤها الأسى والألم يا رفق الدرب والكفاح يا من أفنيت عمرك في خدمة وطنك وبذلت لأجله النفس والنفيس ستبقى مثالا للعسكر المنظبت والقائد الصارم والمواطن المعطاء الذي أثبت قدراته طوال حياته فاستحق ما تقلده من مسؤوليات عليا بكل اقتدار وجدارة المرحوم المتقاعد محمد العماري عرف بصرامته وانضباطه مما أهله لتولي رئاسة وقيادة أركان الجيش الوطني الشعبي موسى مصطفى باباسا الفريق محمد العماري أحد كبار مسؤولية المؤسسة العسكرية بالجزائر من موليد سابع جوان تسعة وثلاثين تسعمائة وألف من عائلة تنحدر من منطقة بورج بن عزوز بولاية بسكرة أصرمت والانضباط سمتان أهلة الفريق محمد العماري لتولي رئاسة وقيادة أركان الجيش الوطني الشعبي لمدة إحدى عشرة سنة بداية من جوليا ثلاثة وتسعين إلى غاية تقاعده شهر أوت ألفين وأربعة فكان في قلب الأحداث في العشرية السوداء التي عاشتها الجزائر فساهم بفعالية كبيرة في القضاء على الجماعات الإرهابية محمد العماري مسيرة عسكرية متميزة خريج الأكاديمية العسكرية في الاتحاد السوفيتي تقلد العديد من المناصب والوظائف بوزارة الدفاع الوطني حيث عين قائدا للمدرسة التقنية للعتاد من سنة ثمان وستين إلى سنة سبعين تسعمائة وألف ثم قائدا للواء المشات الميكانيكية فرئيسا لمركز العمليات بأركان الجيش الوطني الشعبي ثم رئيسا لدائرة الاستعمال والتحضير حتى نهاية عام ثمانية وثمانين ليعين بعدها قائدا للنحية العسكرية الخامسة إلى غاية سنة تسع وثمانين ويتولى بعد ذلك قيادة القوات البرية حتى أفريل اثنين وتسعين تاريخ تعينه مستشارا لدى وزير الدفاع الوطني إلى غاية ثلاثة وتسعين حيث عين رئيسا لأركان الجيش الوطني الشعبي لينهي بذلك مشواره المهني والعسكري في ذات المنصب شهر أوت الفين واربعة ليفارق الحياة بمستشفى تلقى ببسكرة وينتقل إلى جوار ربه عن عمر ناهز ثلاثا وسبعين سنة إن لله وإن إليه راجع في التعاون الجزاري البرتغالي استقبل صباح اليوم الوزير الأول أحمد يحيى وزيراء